بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن طوبيك جديد في الانتربرايز اركتكتشور وهذا الطوبيك من اهم الطوبيك العملية اللي بنستخدمها في مجال الهيكلة المؤسسية لانه هو الفريمورك العام اللي من خلاله بيتم تنسيق وتنظيم الانتربرايز اركتكتشور موديل وهو الانتربرايز كونتينيوم الانتربرايز كونتينيوم يعني احنا بنحتك بي اميديتلي وينوي جو فورورد في الابليكيشن اركتكتشور لانه احنا زي ما قلنا في محاضرة الابليكيشن اركتكتشور احنا في اللحظة دي احنا وفي هذه المرحلة احنا احتكينا بشكل عام بهذا الفريمورك اللي هو الانتربرايز كونتينيوم عشان نشرح مكونات الابليكيشن اركتكتشور ولكن في المحاضرة دي احنا هنتكلم تفصيلا عن مكونات والحقيقة هذا الفريمورك الانتربرايز كونتينيوم بيتكون من اربع مكونات رئيسية هي اللي بتضمن الكنتينيوتي والساستينابيليتي واللي فيه بيتم تنظيم كل المعارف اللي بتعتمدها في تحقيق هذه الرؤية من حيث الرؤية ومن حيث الحلول فنمبر وان بيكون البيلر الاول في هذا الفريمورك وهو الفونديشن اركتكتشور نمبر تو الكومون سيستم اركتكتشور نمبر ثري الاندستري اركتكتشور نمبر فور الارجانيزيشن سبيسيفيك اركتكتشور لو جدنا نخدهم كده بالترتيب احنا قلنا الفونديشن اركتكتشور وهو البنية التحتية اللي هتقوم عليها كل الانظمة اللي احنا بصدد ان احنا نعمل لها في تحقيق الرؤية المؤسسية ولما نيجي نقول البنية التحتية هي لو احنا بيتكلم from software engineering perspective هي full deployment model اللي هي اللي هركب عليها العلاقة بين النودز وبعضها how it will connect together how it will be secured فهتبصت لي ان انت محتاج infrastructure هي دي اللي هتركب عليها كل الانظمة اللي هتيجي سواء هي للجينيريك بيربوسيز او للوضع الستاندرز اه اه في الجينيريك براكتسز او في الانتر برايز او في غالب الاحيان هو الاي تي تيم اه مختلف اداراتها سواء ادارة النتوركينج سواء ادارة السيكيوريتي عن هذه الاندارات هي يتقوم بتطبيقا imaginar وانتر يبرز اي اخب ادارة الانتر ojos الجزء الثاني وهو الكمون system architecture وهي الوبرول solutions اللي بتخدم برضو الورganization بشكل عام in order to achieve its mission for example we are applying customer relation management system it's not related to the business of the enterprise ولكن كل الenterprises should have customer relation management solution in order to keep the relation with the customer and have immediate action upon the feedback of the customer and have life cycle management of what is being reported by the customer وهنا بيكون بنحقق الكمون system architecture اللي من خلاله ممكن نthink about the integrity and the integration across the different solutions with this CRM فهمكن الorganization to all I will apply CRM solution common CRM solution وكل السلوشن اللي جاية it should integrate with بحيث ان انا يبقى عندي central repository of the common practices over the the enterprise but it's not related to the business itself ولكن it's one of the core functionality for the overall solutions اللي ممكن احنا نعمل لها mentioning في الprinciples بتاعة السلوشن انه كل السلوشن السلوشن should have the functionality of customer relation management in order to retain a relation with the customer and keep sustainable relationship with the customer فهنا زي ما احنا قلنا you can have one of two approaches even in each vendor you support you by the CRM functionality within the solution how you have the common system architecture you have your own CRM solution and the whole solutions اللي جايه تركب فهي وتintegrate معي وبالتالي you will have central repository الحاجة التالتة وهي الindustry related architecture وده اللي بي contain الربوزاتوري of the business والستاندرس اللي انت بصدد ان انت تعمل لها implementation وده اللي هيبقى مترجم جزء منه في الاركتكتشور برينسيبل زي ما احنا وضحنا في مرحلة في محاضرة الاركتكتشور برينسيبل انه this is the repository for the standards and best practices for your business related solutions فانت for example if you are approaching financial solution so you will mention that الكممunication method with the banking is the swift code for example لو انت بتكلم على solution زي ERP solution فانت you will mention the different pricing strategies within the solution لو انت بتكلم على healthcare solution انت هتتكلم على طريقة الكممنيكيشن from business perspective انت بتدكيومنت the standard of your business that all suppliers should comply with وكل solutions اللي تبي implemented will comply with and finally and finally the organization specific architecture وده اللي بيكون related ب domain specific solutions اللي انت بصدد انت تعمل لها implementation هنا انت هنا انت زي ما احنا قلنا في application architecture انت you are architecting and mapping the relationship between required the capabilities to implement your business strategy and the mapped application اللي هتحقق لك هذه الرؤية واللي بيقابلها مجموعة من applications اللي should be integrated سواء mobile مع الويب فهنا احنا في enterprise continuum framework احنا عملنا mapping between capabilities required capabilities at different levels و required solutions اللي بتعمل لها implementation ف بالشكل ده انت هذا الموضل يعني you should have the governance of on this model وهو ده اللي تبي revisited periodically in order to maintain and improve and be the reference for implementing your business vision و بي contain the direction and what to comply compliance and what to be implemented and all the projects will be driven from this reference بشكل ده نكون وضحنا in a nutshell the content of the enterprise continuum framework and how we can implement the key pillars of it اللي لازم يكون part من enterprise architecture document شكرا جدا وتوفيق النجاح لو فيها اسئلة يتم التواصل بشكل مباشر شكرا مباشر بشكل مباشر مباشر مباشر